موسيقى يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء إلى العراق في زيارة رسمية هي الثانية له منذ توليه الحكم عام 2012 ومن المقرر يتم خلال زيارة بحث العلاقات الثنائية وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية وتأتي هذه الزيارة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة والأعمال التي استهدفت أسفل النقصية والتجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وخليج عمان وينضب ليلة من الكويت رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية سعد العلي أهلا بك أستاذ سعد عبر سكاي نيوز عربية توقيت هذه الزيارة يأتي بعد مخاوف من قبل الكويت بشأن الاستفزازات التي حصلت أيضا بشأن استخدام تهران العراق والمنافذ العراقية كسحة لتصفية حسابات مع واشنطن أولا طبعا شكرا بداية زيارة صاحب السمول العراقية تكسب أهمية كبرى أولا لأهمية دور العراق تلعب دور مهم في استقرار المنطقة وطبعا زيارة مثل ما تفضلت تأتي في وقت تمر المنطقة في بعض التوتر بسبب الاعتداء على ناقلات النفط ومرتين خلال أقل من شهر وأيضا الاعتداء على المطارات في المملكة العربية السعودية طبعا صاحب السمول زيارته هي التاريخية الثانية له إلى العراق بعد الزيارة الأولى لحضورة إلى القمة العربية وهذا الزيارة الثانية طبعا لها أهميتين الأهمية الأولى هي طبعا الوقوف مع العراق للخروج من عدم الاستقرار السابق إلى بلد الاستقرار الآمن السبب الثاني طبعا هو أهمية دور العراق اليوم والعراق الآن ممكن أن تلعب دور كبير في المساعدة في تهدئة الأوضاع في المنطقة ويعني المنطقة الآن لا تحتمل أي مزيد من التوترات كما نرى اليوم عندنا الملف السوري الملف اليمني الملف اليوم دخلت اليوم ليبيا والجزائر والسودان المنطقة برمتها لا تحتمل لمزيد من التوترات فإن شاء الله هناك مساعي وصاحب السمول ساعد اليوم الجار الكويت القوة الاقتصادية في جوار العراق الذي يعيش معاناة هل يمكن تجاوز كل الملفات الماضية؟ هل يمكن تجاوز الفكر أيضا والمعاناة الكويتية من هذا التاريخ الطويل؟ أم أن هناك لجان وملفات ستبدأ بالعمل؟ وأيضا بغداد تطلع إلى الكويت يعني كفسحة استثمارات ربما لبعد تجاوز كل الملفات الماضية وأيضا الجرح الكويتي أولا نخلينا أخذ الشق الأمني طبعا هو استقرار العراق هو استقرار الكويت المنطقة هذا طبعا هذا الشيء نؤمن فيه من الكويت الكويت تدفع فيه استقرار العراق من الجانب السياسي ومن الجانب الأمني وأيضا من الجانب الاقتصادي الشيء الثاني الأهم من كل ما تفضلت فيه هناك رغبة من الطرفين هناك رغبة من الطرفين بإغلاق كل الملفات وزيارة رئيس وزراء العراقي خلال فترة رمضان في الكويت وتصريحاته أن الآن نحن في المراحل النهائية في إغلاق جميع الملفات مع الكويت هي هناك رغبة من الطرفين بالإغلاق وليس يعني رمي الإلامة طرفين الآخر هناك رغبة من الطرفين بإغلاق كل الملفات بتوافق وبالتفاق بين الطرفين وهناك رغبة أيضا من الطرفين بتعزيز التعاون ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن أيضا على الصعيد التجاري الصعيد الاقتصادي وعلى الأصعد الأخرى هل يعني ذلك أيضا الاستفادة من الخبرى الكويتية تقديم أيضا برامج على ما تبعنا أيضا في الصحافة المحلية لمساعدة بغداد على الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والمالية والله الكويت لعبة دور كبير كما تعرف يعني خلينا نأخذ الجالب الإنساني كان لها دور كبير في الجالب الإنساني ومتعلق في المساعدات إلى أشقانة في العراق الجالب الآخر الكويت احتضنت مؤتمر لمساعدة العراق قبل كم سنة وهذا طبعا مؤشور الكويت هي مستعدة طبعا لتقديم العون إلى العراق لتقف على نفسها وذلك لإيمان الكويت بدور العراق في المنطقة على الشق السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري وأيضا الثقافي هذا يعني أيضا بأن هذا الدور الذي ستلعبه الكويت وهذه زيارة تاريخية لأمير البلاد هو أيضا ربما لمنع الطامحين وتحديدا منع طهران من العبور إلى المنطقة عبر البوابة العراقية باختصار من فضلك أستاذ سعد يعني هو طبعا يعني العلاقات الكويتية العلاقات العراقية الإيرانية هناك علاقات كبيرة تربطهم ممكن يعني ممكن ممكن هناك يكون استفادة من هذه العلاقات أن العراق تلعب دور بشكل كبير بتهديئة الأمور في هذه المنطقة وتهديئة الأمور في منطقة الخليج والمنطقة بشكل عام رئيس تحيير وكالة الأنباء الكويتية سعد العلي شكرا جزيلا لك مساء ننتهى غدا مساء جديد وملفة جديدة بأمان الله موسيقى موسيقى